مرحبا بالجميع سأذكر في هذا الفيديو عشر مشكلات شائعة قد تواجهها سيارات تويوتا راف اربع رياضية من 2013 الى 2018 رقم واحد مضخة المياه في بعض هذه المركبات المزودة بمحرك بنزين ساعة 2.5 لتر معرضة للتسبب في تصرب سائل التبريد قبل مسافة 150 الف كيلو متر وتحتاج الى الاستبدال رقم اثنان يكون محول عزم الدوران في بعض ناقلات الحركة الاوتوماتيكية لهذه المركبات عرضة للفشل عندما يبدأ محول عزم الدوران بالتعطل يؤدي ذلك الى اهتزاز ناقل الحركة الاوتوماتيكي واهتزازه بسرعة تتراوح بين 35 الى 75 كيلو مترا في الساعة رقم ثلاث من الصعب رؤية شاشة نظام المعلومات والطرفيه والملاحة خلال النهار واحيانا يتوقف الراديو عن العمل فجأة او لا تعمل ميزة البلوتوث ويتسبب ذلك في حدوث مشكلات في اقران الهاتف الخلوي بالمركبة لحل المشكلتين الاخيرتين المذكورتين يجب استبدال الوحدة رقم اربع تم استدعاء بعض موديلات 2014 و2015 في الولايات المتحدة الامريكية لان وحدة التحكم في التوجيه الكهربائي معرضة لخلل يؤدي الى فقدان مساعد التوجيه الكهربائي اثناء القيادة يتألف الاصلاح من استبدال وحدة التحكم الالكترونية المعيبة في التوجيه المعزز بوحدة جديدة محسنة رقم خمسة محامل العجلات الخلفية في بعض هذه المركبات معرضة للضوضاء بين 150 و200 كيلو متر وتحتاج الى الاستبدال رقم ستة تميل بعض ناقلات الحركة الاوتوماتيكية في هذه المركبات الى تأخير التشغيل عند الانتقال من موقف الى اخرى في المناخات الباردة رقم سبعة يكون الطلاء الخارجي في بعض هذه المركبات عرضة للتقشر على شكل صفائح رقم ثماني البطانات المطاطية لاذرع التحكم السفلية في بعض هذه المركبات معرضة للتآكل السريع مما يتسبب في حدوث مشكلات في المحاذات وتآكل غير متساوي للاطارات وتحتاج الى الاستبدال رقم تسع يجب اعادة معايرة الكاميرا المثبتة على الزجاج الامامي لنظام ما قبل الاستضام ومساعدة الحفاظ على المصاري في كل مرة يتم فيها استبدال الزجاج الامامي وحاليا لا يتم تغطية هذه النفقات من خلال بعض تغطية التأمينية الزجاجية في الولايات المتحدة الامريكية رقم عشر وتعاني بعض هذه المركبات من ترقم العفن الفطري الذي يسبب رائحة كريهة عند تشغيل مكيف الهوائي يساعد تشغيل المدفأة على اعلى اعداد على التخلص من بعض العفن الفطري وغالبا ما يساعد استبدال المرشح المقصورة في تقليل المشكلة هذه هي عشر مشاكل شائعة تتعرض لها سيارات تويوتا رافن اربع رياضية من عام 2013 الى عام 2018 ترجمة نانسي قنقر